نوكيا 7.1 يبدو ان نوكيا عايزة تثبت نفسها مرة تاني في السوق بجهازها نوكيا 7.1 اللي بيدعم اندرويد وان وي بسعره الرخيص 350 دولار خلينا نستعرضه يا دين النبي الحلوى دي ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمله لايك وشير اعجاب ومشاركة وما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في قناتي لو انت مشترك وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد طيب كما هي العادة هنستعرض العلبة الاول ومكوناتها يعني شكل العلبة من برا تقليدي الى حد ما شكل العلب بتاعت نوكيا زمان مكتوب عليها بعض المواصفات زي ان الشاشة 5.8 انش وبيدعم وضع موزنة الالوان الاتش دي ار وكاميرتين ومعالج مقدم من شركة كوالكم معالج سناب دراجون يعني خلينا نفتح العلبة هنستعرض مواصفات الجهاز بتفاصيل اكتر مفيش معلومات تاني مكتوبة على العلبة اكتر من كده طبعا لما بتفتح العلبة في وجهة العلبة الجهاز نفسه وعلى اليسار بيجي بوكس في مجموعة حاجات هنفتحها ونستعرضها وهي كالتالي طبعا في البداية كابل الشحن كابل التوصيل من يوع يوس في سي وسماعات الرأس الهيتسيت يعني حتى طريقة التغليف بتاعت الجهاز الى حد ما حطين كل حاجة في علبة واحدة يعني طريقة التغليف قديمة شوية نوكي كان بتستعملها زمان ولكن حاليا طريقة التغليف بقت انه الاجهزة بيحط كل حاجة في مكانها بيعمل لها قعدة في العلبة ولكن نوكي الى حد ما حطت كل حاجة في علبة واحدة مش المشكلة الكبيرة الجهاز شكله فخم ورائع جدا وقيم جدا ومسكته في الايد مويحة جدا بخلفية زجاجية من وراء يعني خلفية لامعة زجاجية بصمة طبعا في خلف الجهاز زي ما انتشايف وكاميرتين اطار الجهاز يعني كأنه معدني شكل الجهاز فخم جدا جدا بالنسبة لسعره ملاحظ ان انت ماسك سمارت فون جهاز زكي وكمان شغال بنظام اندرويد وان يعني جهاز مواصفاته ممتازة جدا فيه كمان مدخل سماعات الرأس الهيت سيت 3.5 ميلي جاك من تحت السماعة ويو اس بي سي يعني فكرة كمان سماعة الرأس الهيت سيت 3.5 جاك دي ما بقتش موجودة فيه اجهزة كتيرة بقى لازم تستعمل محول علشان تستعمل سماعة الرأس ولكن هنا ممكن تدخد سماعة الرأس في الجهاز مباشرة طيب ملاحظ انه الجهاز تقريبا محتاج توصله على البطارية لاول مرة ما بتبقاش البطارية فيها جزء اللي هو 30 او 50 في المية ده لاول مرة فاتخلي بالك توصل الجهاز على الشاحن ملاحظ كمان انه نسبة الاسكرين تو بادي ريشيو قليلة شوية اللي هي نسبة مساحة الشاشة بالنسبة لمساحة وجهة الجهاز بالكامل فتلاحظ ان فيه اطراف في الجهاز من تحت وفيه كمان نوتش من فوق للسماعة وللكامرا يعني بالنسبة طبعا انه جهاز بالسعر ده فده مواصفات اكتر من رائعة طيب هنتكلم عن الحاجات المميزة اللي في الجهاز الاولة الحاجات الرائعة جدا اللي فيه وبعدين هنشرح تفاصيل التفاصيل في الاخر الفيديو الجهاز طبعا بكاميرتين الكاميرا الامامية وكاميرتين في الخلف الكاميرتين اللي في الخلف 12 ميجا بيكسل و 5 ميجا بيكسل الكاميرتين مجتمعين بيلقطوا صور اكتر من رائعة بوضوح عالي جدا وبيدعموا كمان الHDR ووضع موزنة الالوان وفيهم زي ما هم قالين فيهم AI فيهم Artificial Intelligence للكامرا فالجهاز فيه جزء من الذكاء الصناعي اللي بيقدر فيه يعرف الكاميرا الافضل في التقاط الصورة او بانه بيجمع صورتين مع بعض ويطلع صورة الانقة بين الكاميرتين في الاخر الصورة بتبقى اكتر من رائعة زي ما تشايف على الشاشة الحاجة التانية الشاشة نفسها 5.4 انش بريزوليوشن عالي جدا وممتاز جدا فيها النوتش في الاعلى وعرفوا يستغلوه جيد جدا بانه هم حطوا بعض البيانات على ايمين ويسار النوتش في المجمل انت ما بتحسش بالنوتش لانك انت على اليمين وعلى اليسار فيه اللوجو بتاع البطارية واللوجو بتاع الشبكة وفيه معلومات بتكون موجودة في اليمين والشمال ولما تجي تشغل صورة او فيديو النوتش بيختفي تماما وبالتالي مش بتحس بوجود النوتش دي حاجة رائعة جدا البصمة بتاع الجهاز في الخلف وحساسة جدا وممتازة جدا فبتلاحظ ان الجهاز بيشتغل بالبصمة بسرعة جدا وببساطة جدا ومرينا جدا من الحاجات اللي عجبتني في الجهاز انه بمدخل يو اس بي سي يعني اجهزة كتيرة جدا بتدعم يو اس بي سي وبقى استاندر حاليا فجايت جدا انه نوكيا بدأت تدعم يو اس بي سي الجهاز بيجي بمدخل لشريحتين او شريحة وي مايكرو اس دي تقدر تفهم انه ممكن تزود المساحة من طريق مدخل المايكرو اس دي او انك تستعمل شريحتين سيم كارد حاجة جميلة جدا في جهاز بالسعر ده بيجي كمان فيه مدخل للسري بوينت فايف ميلي جاك تقدر تستعمل سماعة الراس وفيه مايك في الاعلى المايكرو في الاعلى يدينا انطباعة انه فيه نويس كانسلر مانع ضوضاء جهاز بالسعر ده وفيه مانع ضوضاء بمعنى مايك في الاعلى ومايك في الاسفل حاجة رائعة جدا تجربة الالعاب على الجهاز اكتر من ممتازة ومارنة جدا دي لعبة اسفلت الاصدار الاخير منها الجهاز مارن جدا وفي الجيمز معنى انه الجهاز فيه معالج للجرافيك حلو قوي ومارن كمان في الجرافيك ما تحسش انها تقيلة او يعني صعبة على الجهاز يعني تجربة الجيمز في الجهاز بالشاشة ال 5.8 انش وبالوضوح العالي لالوان الشاشة تجربة اكتر من طيب نتكلم عن تفاصيل الجهاز نوكيا 7.1 الشاشة 5.8 انش والكاميراتين زي ما قلنا 12 ميجا بيكسل و 5 ميجا بيكسل والجهاز بيجي ب 4 جيجا رام بمعالج سناب دراجون 636 البطارية بتاعت الجهاز ممتازة جدا بالنسبة للجهاز اللي بالمواصفات دي 3000 ميلي امبير للساعة طبعا الجهاز بيدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والحس بي الهاي سبيد بروتوكول فور اكسس وشبكات الجيل الرابع كمان وزن الجهاز 160 جرام اخف من الوزن الطبيعي انا بعتبر وزن طبيعي الاجهزة 180 جرام ده كمان اخف منهم الجهاز بيجي بالكامل من الامام والخلف من الزجاج وبيطار من الالمونيوم يعني شكل الجهاز فعلا زي ما شوفنا فاخم جدا وبيجي بي شريحتين او شريحة او مدخل للميكرو اس دي الشاشة بتاعت الجهاز LCD ولكن ده مش معناها انها شاشة سيئة زي مش زي السوبر اموليد طبعا ولكن LCD بوضوح بكسافة الوان 430 بيكسل بر انش ده يديك انطبعا ان الشاشة غنية بالالوان الالوان فيها برزة وظهرة قوي فكونها LCD ده لا يعيبها في شيء زي ما قلنا ان هي 5.8 انش دي اللي قلنا عليها ال screen to body ratio هي نسبة الشاشة بالنسبة لوجهة الجهاز زي ما شوفنا فيه لوجو نوكيا في الاسفل وفيه بروز في الاعلى النوتش ده كمان بيخلي نسبة screen to body ratio اقل شوية من المعتاد طبعا بعدها من multi touch انك تلمسه باكتر من طريقة الزجاج بتاع الجهاز من Gorilla 3 حاليا المتاح في السوق بتاريخ نوفمبر 2018 فيه Gorilla 6 فده Gorilla 3 يعني فيه تلات اصدرات بينهم عموما نكون الجهاز Gorilla 3 يديك انطبعا هو منع للخاتش وبيتحمل الصدمات الى حد ما بيجي باندرويد 8 او اندرويد 9 او اندرويد 1 يعني ايا كان الاصدار كده كده تعمله ترقية المعالج Qualcomm 636 نانومتر الافضل منه هو العشرة نانومتر والافضل منه هما الاثنين السابعة نانومتر الفرق في القصة دي توفير البطارية يعني بنسبة كبيرة طبعا فيه فرقات كتيرة ولكن العامل اللي همنا احنا نتكلم عنه حاليا هو توفير البطارية 14 نانومتر يعني يديك انطبع انك انت لو بتعمل حاجة فيها استهلاك كبير للمعالج زي انك مشغل جيمز او بتعمل حاجة تقيلة على الجهاز يديك انطبع انه البطارية يعني هتستهلك كتير الجهاز اوكتا كور بي واحد بوينت تمانية هرتز اوكتا كور سوماني النواة وفيه معالب كمان للجرافيك جرافيك البروسوسينج يونت من نوع ادرينو من اشهر المعالجات باصدار خمسمية وتسعة زي ما شفنا طبعا بيدعم المايكرو اس دي اما عن طريق انك تخط اتنين سيم كارد او واحد سيم كارد ومايكرو اس دي قابل لزيادة المساحة لحد 400 جيجا الجهاز بيجي بمساحة داخلية 64 جيجا وبرامات زي ما قلنا 4 جيجا رام او بيجي بمساحة داخلية 32 جيجا وب3 جيجا رام ده الاصدار الاقل وده الاصدار الاعلى الكاميرات بتاعة الجهاز في الخلف قلنا كاميرتين 12 ميجا بيكسل وخمسة ميجا بيكسل ال 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 والخمسة ميجا بيكسل كاميرا للديبس سنسور اللي هي بتعمل وضع البرتريت مود اللي بتعمل تخلي الخلفية ضبابية بفتحة عدسة 2.4 الكاميرا الامامية بتاعة السيلفي 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 كمان الكاميرا بتلقت فيديو بـ 2160 بيكسل بـ 30 اطار في الثانية دي جودة رائعة جدا وممتازة جدا جدا فيه طبعا اللوت سبيكر وبيدعم سماعات 3.5 ميلي جا وهي دي اللي قلنا عليها كون الجهاز فيه مايك فونين اتنين مايك في الاعلى وفي الاسفل فبالتالي فيه الـ Active Noise Cancellation اللي هي مانع الضوضاء بمعنى انك لو بتتكلم في مكان وفيه ضوضاء حواليك الطرف التاني اللي هيسمعك هيسمعك بوضوح الواي فاي طبعا مدعوم في الجهاز فيه كمان الـ Direct Wifi انك تنقل ملفات بسرعة كبيرة جدا وفيه كمان الـ Hotspot انك تشارك الانترنت البلوتوس هو version 5 اعلى اصدار فيه البلوتوس والجي بي اس طبعا مدعوم للـ Advanced GPS اعلى اصدار من الجي بي اس وكمان الـ NFC انك انت تقدر تدفع من الموبايل الدفع الالكتروني والـ USB اللي في الجهاز هو من نوع Type C من افضل انواع المداخل اللي في الجهاز من افضل الـ Connectors اللي في الاجهزة حاليا السنسورز اللي في الجهاز الخساسات الـ FingerBrain طبعا هو بصمة الاسبع و الـ Accelerometer و الجيروسكوب ده اللي بيحس بتميل الجهاز يعرف الجهاز في اي وضع الـ Proximity Sensor اللي بيقفل الشاشة في حالة ما تكون انت منتصل او شغال عامل مكالمة الـ Compos هي البصلة طبعا الجهاز طبعا ببطارية غير قابلة للازالة بقوة 3060 ميلي امبير للساعة بطارية بالشكل ده على مواصفات الجهاز بالشكل ده تقدر تدوم معاك لحد 400 ساعة في وضع الـ 3G واكتر من 19 ساعة في الـ 3G في وضع التوكينج لو انت بتعمل مكالمة الجهاز ممكن يستمر معاك لمكالمة واحدة مدتها 19 ساعة زي ما قلنا سعر الجهاز 330 يورو او 350 دولار امريكي او ما يعادل في السوق السعودي 1000 ريال او ما يعادل 4500 جنيه او 5000 جنيه في السوق المصري اخيرا قبل ما نختم الفيديو الجهاز بيجي بلونين اللون الاسود الداكن واللون الفضي او الجري الفاتح كلا اللونين رائعين وكلا الاختيارين استحقوا التجربة يعني دي كل حاجة عندنا في الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم اتمنى كونوا لقيتو فيه معلومة مفيدة ما تنساش لو عجبك الفيديو تعملوا لايك وشير اعجاب ومشاركة وما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في خناتي وتفعل زر التنبيهات والسلام وختام ترجمة نانسي قنقر